اشتركوا في القناة اقتصد بمجال السمنة ومجال تخصيص الوزن وبالتالي تتعرض إلى أمراض ومضاعفات هي في غناء عنها آثار سلبية ممكن فعلا أنها تأذيها وتأذي صحتها اليوم طرق جديدة في علاج السمنة وأحدث الطرق اليوم سيحدثنا عنها الدكتور فراس عبيدات والدكتور فراس عبيدات هو استشاري جراحة الجهاز الهضمي والمنظار والسمنة وأيضا أستاذ مشارك في كلية الطب في مستشفى الجامعة الأردنية خلينا نرحب سوا بالدكتور فراس عبيدات أهلا وسهلا فيك دكتور صباح الخير خلود صباح الخير للمشاهدين يعني دكتور موضوع جدا مهم اللي عم نحكي فيه اليوم اللي هو الهوس اللي عم بيصير عند السيدات بالنسبة لموضوع السمنة عم نسمع كتير عن علاجات بدون إجراء عملية جراحية من خلالها السيدة أو حتى الرجل اليوم بتم تخصيص وزنه خلينا نبلش بداية بالتعريف على السمنة أو عن السمنة نعم بداية السمنة الآن هي مرض تعتبر مرض وهي من الأمراض الشائعة طبعا هذا ناتج عن تغيير في نمط الحياة سواء من الغزو اللي صار في نتيجة الإلكترونيات وقلة استعماء الحركة وكذلك تغيير في طبيعة الأكل وأصبح أكلنا في ميول للطبيعة الأكل الغربي ولذلك أصبحنا نشاهد تزايد في نسبة السمنة في منطقة الشرق الأوسط الأردن بالمناسبة يعتبر من أكثر عشر دول في نسبة السمنة وإذا بدنا نحكي زيادة الوزن والسمنة تشكل لا يقل عن 70% من المواطنين المشكلة كمان أن السمنة ليست فقط هي أو علاج السمنة الهدف منه فقط هو تجميلي أصبحنا نلاحظ أن السمنة مرتبطة بشكل كبير بأمراض عدة تصيب كافة الأعضاء والأجهزة في الجسم والحقيقة نتائج الجراحة بالذات جراحة السمنة وتأثيرها على هذه الأمراض كبير جدا نعم نعم إذا ما نحكي بس هيك وبشكل سريع دكتور عن مخاطر السمنة يعني كلنا نعرف أن السمنة بتسبب أمراض عديدة منها أمراض القلب أمراض السكري نشرح شوي عن الأمراض أو الأثار السلبية اللي ممكن تتركها السمنة على الشخص نعم الآن السمنة زي ما حكيت ما في جهاز في الجسم إلا يتأثر بالسمنة على سبيل المثال القلب والشرايين منلاحظ زيادة في تصلب الشرايين وهبوط عضلة القلب زيادة في أو ارتفاع في الضغط الشرياني ضغط الدم الشرياني نسبة عالية من مرضى السمنة عندهم السكري من النوع الثاني مشاكل النوم كبيرة جدا المرضى اللي عندهم سمنة منلاحظ فيه عندهم اختناقات وصعوبة في التنفس وشخير أثناء الليل المفاصل كذلك الأمر خشوني في المفاصل تكون حصاوي في المرارة ارتداد مريئي نسبة العقم عند الستات والرجال أكثر عند المرضى اللي عندهم زيادة في الوزن من المرضى العاديين يعني ممكن تسببها السمنة اللي هي برضو العقم نعم عند الأزواج طيب إذا بنا نحكي شوي عن الطرق العلاجية للسمنة يعني اليوم عم نسمع عن طرق عديدة ما بعرف إذا بتناسب جميع الناس يعني أنا مثلا اليوم بدي ألجأ لطبيب مختص مثلا بيقول لي تدبيس المعدة أو قص المعدة أو حتى المنظار وفيه صيحات جديدة خلينا نقول برضو في عالم الطب بما يختص موضوع العلاج علاج السمنة اللي هي مثل البالون كمان عم نسمع وفيه بوتوكس اللي هو كمان وصلنا لبوتوكس المعدة يعني عم نسمع عن طرق علاجية للسمنة ما بعرف مين منها الضار ومين منها النافع وهل هي مثلا بتنفع لكل الناس ولا لا لا أنواع معينة ولا كيف طبعا زي ما تفضلتي أنه تغيير أنواع العمليات والطرق في علاج السمنة يدل أو يشير على أن السمنة ما زالت موضوع شائك وما زالت علاجها في مرحلة مخاض بشكل عام إحنا السمنة في طرق تحفظية وطرق جراحية طرق التحفظية طبعا تتضمن البرامج الحمية والبرامج الرياضية وكذلك هناك دور محدود للعلاج السمنة بواسطة الأدوية نعم دكتور هلأ بدنا نشوف الصور أنا وياك نستعرض الصور اللي أمامنا على الشاشة وابدي منك زي شرح عن العمليات اللي عم نشوفها طبعا هاي من خلال علاج السمنة بس من خلال عمليات جراحية مضبوط نعم هاي العمليات الجراحية تشير يعني كيفية إجراءها والآن أصبحت عمليات السمنة من العمليات اللي إجراءها يتم فقط أو مقبول أن نعملها عن طريق المنظار هاي بتشير إلى بطن المريض الصورة الأولى إذا ممكن نترجعها نرجع للصورة الأولى مخرجنا نعم كيفية إجراء العملية عن طريق ثقوب وليس عن طريق جروح كما كان سابقا المريض بالعادي بيكون عنده ما بين أربع إلى خمس ثقوب تتراوح بين نص صانتي إلى صانتي ونص تقريبا نعم ننتقل لصورة الثانية هاي زي ما عم نشوف اللي هي الرنج هاي تدبيس المعدة صحيح أنا حاولت أعرض عدد أكبر من العملية العمليات زي ما حكيت أنه جراحة السمنة تمر في مخاض يعني على سبيل المثال هذه العملية كانت في السبعينات والثمانيناس والآن ألغيت من جراحة السمنة نتيجة فشل نتائج العملية على المدى البعيد فقط للتفكير بهذه العمليات هذه عملية الحلقة اللي نسميها عملية الرنج طبعا هاي أحدثت ثورة في جراحة السمنة في بداية التسعينات بعد دخول جراحة المنظار كانت في التسعينات عملية مشهورة جدا وبالذات في أوروبا ولكن للحقيقة الآن إحنا في عصر إزالة الحلقات لأنه تبين أنه النتائج المرجوة من الحلقة محدودة جدا ليست ممتازة خليني أحكي وكذلك أصبحنا نلاحظ وجود مضاعفات على المدى البعيد ناتج عن الحلقة مثل تقرحات في جدار المعدة أو انزلاق في أدي لازم ينحط مثلا الحلقة أدي لازم تنحط يعني مدة وجود الحلقة على أو حوالين المعدة الحلقة ما إلها وقت أو مدة محددة الحلقة موجودة ما دام بتأدي دور تزال إما في حال رفض المريض إلها أنه ما شاف نتيجة كويسة وحاب يشيل الحلقة ويعمل عملية ثانية أو في حال حدوث مضاعفات طيب ننتقل على الصورة الثانية دكتور الثالثة عفوا لحتى نشوف كما نتعرف على أنواع الطرق نعم هذه هي عملية تحويل المسار زي ما أنتم لاحظين إحنا عملنا معدة صغيرة هي الجزء العلوي المقصوص وموصول بالأمعاء هذه طبعا إحنا بنعتبرها أقدم عملية وما زالت في جراحة السمنة هي عملية تحويل المسار وما زالت الصحيح تحافظ على مكانتها ومنعتبرها مرجعية في حال بدنا نقيم أي عملية جديدة من حاول نقيمها مع تحويل المسار أكثر عملية مشهورة في الولايات المتحدة طبعا فعليتها ناتجة عن تصغير حجم المعدة وكذلك عن تخفيف كمية الامتصاص نعم طيب كيف يتم دكتور اختيار نوع العملية المناسبة للشخص يعني على أي أساس بتم الاختيار لنوع العملية وطريقة العلاج ممكن أحكي عن السرعة هذه العملية هي طبعا حاليا أكثر عملية شهرة بذات في مناطق الشرق الأوسط اللي هي عملية التكميم أو عملية قص المعدة اللي يزال فيها تقريبا ما بين 70 إلى 80% من حجم المعدة وفعليتها طبعا عن طريق تصغير حجم المعدة اللي سعته لا تتجاوز 100 مل وكذلك تخفيف في هرمون الجوع الموجود في الجزء المستقصل من المعدة بالنسبة لاختيار العملية يعني أنا المريض إيش العملية اللي بدي أختار له إياها الصحيح أصبح فيه نوع من المرونة في متى نعمل العمليات بشكل عام سواء بعمر المريض في السابق كانت محدودة لبعد سن البلوغ ولغاية 60 سنة وكذلك مؤشر كتلة الجسم الآن أصبح فيه مرونة ناتج عن القدرة والمهارات العالية اللي بتمتعوا فيها الجراحين وبالذات الأردن بتعرفوا الأردن تعتبر مركز لجراحة السمنة بشكل عام وعندنا جراحين مميزين في هذا المجال لا وبيجونا من شتى أنحاء العالم لحتى يعارجوا السمنة عنهم نعم صحيح فالآن تجرى عمليات السمنة حتى عند الأطفال في سن 10 سنوات و11 سنة في حال ما كان في وسيلة أخرى للسيطرة عليها بالنسبة لاختيار العملية في بعض الأشياء اللي ممكن نقول والله هذا المريض بحاجة لعملية تحويل المسار ولا لعملية التكميم نعم مثل شو على سبيل المثال نسبة الشفاء أو السيطرة على السكري من النوع الثاني في عملية تحويل المسار هي أكثر من التكميم وبالتالي إذا كان المريض يعاني من داء السكري يفضل أنه ينعمل له عملية تحويل المسار على سبيل المثال في بعض مرضى السمنة بيشكوا من ارتداد مريئي في حال وجود ارتداد مريئي كمان من فضل يكون تحويل المسار لأنه تحويل المسار هو عبارة عن نظام قليل الضغط وبالتالي إحنا بنقدر نعالج المريض من مشكلتين اللي هي الارتداد وزيادة الوزن وزي دراسة بشكل عام لحالة المريض وشو عم بيعاني بالزبط وبالتالي بيتم اختيار العملية المناسبة لمرضه أو مثلا لحالته اللي عم بيعاني منها زكرت موضوع الفئة العمرية يعني قلت أنه ممكن حتى أطفال بعمر عشر سنين يخضعوا لهذا النوع من العمليات التخفيف أو علاج السمنة طب ليه مثلا ما بنروح للطرق العادية قبل ما نحطهم تحت العملية يعني ليه مثلا ما يتبعوا نظام غذائي معين يمارسوا رياضة يتم التركيز عليهم ولا هو بس نفقد الأمل تماما بأنه هذا الطفل ممكن أنه يخص وبالتالي منروح للطرق العلاجية الأخرى هو بشكل عام حسب الشروط الموجودة في منظمة جراحة السمنة العالمية بغض النظر المريض طفل أو يعني بالغ يجب أن يمر المريض في نظام تغذية لا يقل عن ستة شهور تحت إشراف أخصائي تغذية حتى نثبت فشل الطرق التحفظية يعني خيار العملية لا يكون هو الخيار الأول سواء للطفل أو للبالغ نعم نعم نشوف كمان يعني بنخلال طبعا هالطرق المنوعة والمختلفة في علاج السمنة إلا أنه في ناس فعلا انخضوا لعمليات جراحية منها قصة المعدة وتحويل المسار والآخرية نحفو في بداية الأمر لكن بعدها وبعد إزالة خلينا نقول الأمور اللي تم إجراءها بالعملية وعودة المياه إلى مجريها والحياة لطبيعتها من ناحية الأعضاء إلا أنه رجعوا مرة ثانية يزادوا بالوزن هون شو رأيي للطب خلينا نقول بهذا الموضوع صحيح هلا هي زي ما حكيت بالبداية جراحة السمنة ما زالت في مخاط معنى ذلك أنه ما عندنا حل جذري الصحيح هو أفضل الطرق المتاحة هي الجراحية الآن الأفرج أو خلينا نحكي معدل استفادة المريض من العملية تقريبا خمس سنوات قد يستفيد المريض من العملية سنة وقد يستفيد منها عشرين سنة باعتمد على عاملين العامل الأول هو هل الجراحة تمت بالطريقة الصحيحة وتمت بواسطة جراح متمكن منها إجراء هذه العمليات والشرط الثاني هو التزام المريض نعم نحن المريض أكيد التزامه شيء مهم لأنه العملية ليست سحر سواء تحويل مسار أو تكميم المريض اللي بدي يعمل العملية بدي يكون عنده نوع من الالتزام على عاتقه لازم بيعطي العملية مشان تعطيه ما بصير أنه أنا عملت عملية خلص مسموح لكل شيء يتابع مع طبيبه اكيد اختيار أنواع الأكل كمان يعني الابتعاد عن النشويات والدهنيات والتركيز على البروتينات الوجبات القليلة هاي أشياء مهمة طبعا يعني مش بس يعتمد أنه أنا اليوم عملت العملية فخلص يعني هيك انتهى الموضوع عندي هو التزام المريض بس بعد العملية بيكون أسهل نعم مش مثل الموضوع طبعا طب في عمليات أنا ذكرتها في بداية حواري معك دكتور فراس اللي هي فكرة البوتوكس اللي عن نسمع بوتوكس المعدة وأيضا المنظار مدى صلاحيتها أو مدى آثارها الإيجابية للمريض في منه هذا الحكيم بوتوكس هل أي إجراء طبعي وعملية جراحية لازم يكون عليها دراسات طويلة الأمد يعني على سبيل المثال تحويل المسار أو التكميم الآن لدينا دراسات طويلة الأمد نقدر نحكي أن هذه العملية نتائجها ممتازة وهي خيار جيد للسمنة الآن البوتوكس هو خيار جديد وهو خيار مؤقت ولا يأتي بالنتائج اللي منشوفها الصحيح بالعمليات الجراحية نصيحة هيك دكتور تختم فيها اليوم حوارنا بالنسبة لموضوع السمنة وكيفية علاجها بنصح المرضى اللي بده يعمل جراحية تسمني أول شي حاول أنه يتجنب العملية ويجرر في الطرق التحفظية أكيد من برامج حمية ورياضة وفي حال قرر يعمل عملية أنه يراجع أخصائي متمرس ومؤهل لهذه الجراحة نعم شكرا لك دكتور فراس عبدات على وجودك معنا لليوم وأطائك لإلنا طبعا هذه المعلومات القيمة بما يخص طبعا أحدث أنواع الطرق العلاجية للسمنة وأعراضها شكرا لك مرة ثانية دكتور فراس عبدات شكرا لك خلوط شكرا للتلفزيون الأردنية وأكيد مشاهدين نحن مكملين معكم فقراتنا خلينا نطلع لهذا التقرير طبعا اللي أعدت وزميلتنا الدكتورة جمانة دويكات عن مهنة تصليح الدرجات الهوائية فاصل راجعين